قصة بدأت من ثلاث سنين وبدأت نقدر نقول بالصدفة يعني كان ليه أصدقاء كتير بيشتغلوا هند ميد فكان عندهم مشكلة في التسويق وأنا تخصوص التسويق فبدأت من خلال صفحة أني أسوق لهم وسميتها أقوم يا مصر ده على فيسبوك؟ على فيسبوك بعد كده الموضوع بدأ يكبر بقى فيه ناس كتير بتقول بعض وبدأت تبقى حملة كبيرة جمعت خمس تلاف منتج من كل مصر كل ما كان في مصر دلوقتي عندي خمس تلاف كتير وانتو كنتوا بدئين بكم كنا بدئين صغيرين خالص يعني عشرين تلاتين حد كده وبعد كده نظمنا معارك كتير قوي المعارك اللي احنا مشاركين فيه دلوقتي رقم خمستاشر بالنسبة لنا خلال سنتين كلها متخصصة في الهند ميد بس من خلال الحملة حبينا نبقى كيان رسمي عملنا جامعية مشهارة في وزارة التضامن كل هدفها التنمية الاقتصادية وتطوير الحرف اليدوي بعد كده تلقينا دعم الحمد لله من جهاز تنمية المشروعات من خلال انه صفرنا معرض مجاني للبحرين ومستمرين الحمد لله معاهم في كذا حاجات الناس اللي بتروح للهند ميد دايما بتروح للاختلاف طبعا الاختلاف ده هل بيقابلوا ارتفاع في اسعار ولا الدنيا بيكون مختلفة؟ والله هو الاسعار راجع لثلاث حاجات أولا الخمات عدد الساعات السوق اللي انت نازل فيه تكلفته ايه؟ اننا لو نازل معرض بيبقى فيه تكلفها شوية عليه فبالتالي احنا بنحاول ان نزبط الاسعار لقد ما بنقدر يعني العرضين في المعرض كمان بيبقوا منازلين اسعارهم قوي انو عايز يعمل زبون جديد او عامل جديد اه انا طابلين اوكازيون هي عرض